لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إذا عدنا إلى هذه اللائحة التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي فهو يدعو للتحرك في مجال حقوق الإنسان ويعبر عن تضامنه مع المتظاهرين صافي 27 إن صدرت هذه في نوفمبر وهذا ما نشرته مثلا موقع منظمة العفو الدولية أمنيستي انترنسيون لو عدنا سنجد بعض الأمور المهمة جدا التي يجب أن ننتبه إليها أن القضية ليست تدخل شوف مثلا يقولك بموجب المادتين 5, 3, 1, 21 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة الثنين من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وضع حقوق الإنسان بما تتضمنه من احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان معناها من هذا المنطلق أن الجزائر لديها شراكة ونعرف ما يحدث في هذه أزمة الشراكة وتطوراتها والسوق الحر وما إلى ذلك لا نريد أن نخوذ في هذا الجانب الاقتصاد الجزائر أصلا لديها اتفاقية شراكة ومن بنود هذه الاتفاقية أنه يكون هناك للاتحاد الأوروبي مواقف فيما يخص حقوق الإنسان وأن الجزائر يجب أن تحترم الموثيق الدولية وحقوق الإنسان إذن إذا كان أنت أصلا مشيت وعملت معهم هذه الشراكة منذ 2005 والاتحاد الأوروبي أرسل حتى مراقبين لمراقبة الانتخابات الجزائرية عندما يأتي مراقب من الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات هذا مش تدخل وعندما يصدر تقارير يشيد بأشياء تحدث في الجزائر هذا مش تدخل ولكن عندما يتحدث عن واقع حقوق الإنسان اللي فيها تجاوزات يجب أن نقر بهذا الأمر فيها هناك تجاوزات وفقا للمعايير الدولية هناك تجاوزات وهناك أحيانا قضايا لا توجد فيها تجاوزات ولكن طريقة التعامل النظام والمنظومة القضائية في تعاملها مع هذه القضايا حولتها إلى تجاوز رغم أن القضية عادلة والناس هذين ارتكبوا ما يجرمه القانون ولكن الطريقة التي تعاملوا بها والأشياء والإجراءات التي حولتها من إجراءات قانونية إلى إجراءات انتهاكية للمواثيق والقوانين الدولي هذا للأسف الشديد لذلك أن الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز حقيقة أن أنت الذي سمحت له يتجاوز أنت أصلا ذهبت وعملت معاها اتفاق شراكة ومن بين اتفاقية الشراكة أنك تحترم حقوق الإنسان وتحترم المواثيق الدولية وتحترم القوانين الدولية وما إلى ذلك هذه من الشروط التي وضعتها معناها عندما يراك وفق المعايير الخاصة به أو وفق المنظمات الناشطة في الجزائر والناشطين الحقوقيين أوصلوا لهم ملفات في هذه الحالة مما أنت سمحت له أنت الذي سمحت له يصدر هذه اللائحة حقيقة هذا من جانب من جانب آخر أنه الاتحاد الأوروبي يمارس الكيل بمكياليل في الجزائر مثلا في الوقت الذي أصدر فيها تلك اللائحة المتظاهرون في الجزائر لم يتعرضوا إلى التعنيف هذا في 2019 في حين كانوا لأصحاب سترة السفراء يتعرضوا لشدة أنواع العنف في فرنسا ورغم ذلك لم يصدر أي لائحة ولم يطالب السلطات الفرنسية باحترام حق التظاهر وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولا أي شيء لم يتحدث عن هذا لم يتحدث عن التجاوزات التي ترتكبها دول أوروبية خارج حدودها ومن بينها فرنسا في دول أفريقية ارتكبت الكثير من التجاوزات والانتهاكات هذه الحقوقية التي تتنافى مع القوانين الدولية ورغم ذلك لم يتحدث عنها الكل يكيل بمكينة إذن الاتحاد الأوروبي النظام الجزائري في عهد بوتفريقة هو الذي سمح له كي يتدخل في الشأن الدولية هناك نقطة مهمة وتقتضي أن نتكلم عليها الآن رغم أنها في عامل العمل الحقوقي أن الحديث عن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ليس تدخلا في الشأن الداخلي عندما تتحدث دولة أو يتحدث منظمات أو هيئات دولية عن احترام حقوق الإنسان في دولة معينة لا يعتبر تدخل في الشأن الداخلي عندما تقول يجب على الدولة الفلانية أن تحترم المواثيق هنا حق التظاهر عدم متابعة الناشطين إطلاق صراحة معتقلي الرأي هذا لا يعتبر تدخل هذا عندما يأتي من هيئة وهذه الهيئة لديها صلاحية مراقبة احترام الدول للمواثيق الدولية ولكن أن تأتي من دولة تقول الدولة الفلانية أطلق صراحه فلان أو علان هذا يعتبر تدخل في الشأن الداخلي يجب أن نفرق ما بين الواقع الحقوقي والعمل الحقوقي والتدخلات التي تحدث للأسف الشديد أضرت بواقع حقوق الإنسان أنا تكلمت عن الاتحاد الأوروبي وقلت لكم بأن الاتحاد الأوروبي يكيل بمكيالي وأن كل لوائح التي تحدث ضد الجزائر أو تستهدف الجزائر أو تتكلم عن الجزائر غالبا ما يقف خلفها نواب من فرنسا وهذا مما يوحي أن الأمر يرتبط باتفاقيات اقتصادية ونحن شفنا أن اتفاق الشراكة من المفروض يكون حيز التنفيذ إذ فيما يخص المنطقة الحرة وما إلى ذلك من هذه الأجرات فهو سبتمبر 2020 ولكن الجائحة أجلت أجلت هذا تنفيذ وحتى أن الرئيس تبون طالب بمراجعة هذه الاتفاقيات الثنائية ومن بينها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إذن أن الاتحاد الأوروبي بقدر حقيقة يستغل هي الجزائر حدثت فيها تجاوزات حقوقية بلا أدنى شك كل الدول فيها تجاوزات حقوقية هناك الدول التي تسعى إلى تجاوز هذه التجاوزات وتصحيحها ومعاقبة من يرتكب هذا التجاوز وهناك دول أصلا منهجت هذه التجاوزات وتختلف ما بين الدول فيما يخص الجزائر هناك ملفات تتعلق بالقانون الدولي في منطق القانون الدولي تعتبر انتهاك الحقوق الإنساني أمر آخر أن واقع الحقوقي في الجزائر ليس سيئا لدرجة البؤس كما يراد تصويره وليس جنة موعودة كما يراد تصويره من طرف البعض هناك تجاوزات حدثات وهناك تجاوزات ما زالت تحدث هناك ناس سجنوا بسبب أراءهم وموقفهم وهذا يتنافى مع القانون الدولي هناك الذين دعوا إلى التظاهر والتظاهر حق دستوري دستوري وتم توقيفهم وتم ملاحقتهم وهناك من لفقت لهم تهم وهناك من تورط أيضا في قضايا تتعلق بالحق العام ويجري التسويق لها على أنها قضايا تتعلق بالرأي الأمور هكذا والدولة المشكلة في الدولة الجزائرية هي مشكلة اتصال دائما أقول أن مشكلة الدولة مشكلة اتصال عندما يتم من المفروض يتم توقيف شخص هذا الشخص لديه دعاية إعلامية وشخصية معروفة يجب الدولة هنا أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الموقف مثلا شخص أو إعلامي إعلامي قد يتورط في أشياء أخرى مخالفة للقانون لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله